لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ضجت كل المواقع عليها بعد نشرها صورة العنقبوت حالة من الغضب تباينت على الكثيرين من الاشخاص بعد ظهور محتوى قناة تحمل اسم اغاني كرآنية ضمن المحتوى الرائج على يوتيوب وعقب ملاحظة عدد كبير من الاشخاص هيمنت قناة اغاني كرآنية على اليوتيوب والتصدرها البحث بصورة كرآنية مثل صورة العنقبوت والبقرة بدأت حملات الابلاغ وعلى الفور تلقى مركز الارشادات بمنصة يوتيوب العديد من البلاغات ضد القناة وهو ما دفعهم لاغلاقها فورا وصلت القناة لعدد تجاوز 300 الف مشترك من خلال عشر صور تقريبا وكانت في طريقها في التوسع لولا الحملة التي كانت ضده وبعد اغلاق القناة وعسفها تماما من اليوتيوب راح البعض يطلق قنوات تحمل نفس الاسم وهو يعتبر الالاف اساءة للكرآن الكريم وهو فعلا اساءة وكانت القناة مبنية على دمج الالحان مع القرآن وإدخال المعازف أثناء التلاوة بصوت مبتكر بواسطة الزكاية الاصطناعي واتضح ان القناة مبنية على المحتوى المولد بواسطة الزكاية الاصطناعي النشطون اعتبر محتوى القرآن اساءة واضحة للإسلام وبادئت حملات الإبلاغ تتوسع شيئا فشيئا والجميع يطارد لأن القنوات التي تنشر الكرآن على هيئة أغاني خاصة بعد صدور فتوى من دار الإفتاء تحرم هذه الأمور ودعت المسلمين للتصدي لها يمكنكم العصور على قناة أغاني كرآنية أو أي قناة تحمل نفس الاسم من خلال الذهاب إلى بحث يوتيوب وكتابة اسم القناة وسوف تظهر لك جميع القنوات بنفس الاسم والفيديو أعلى يوضح طريقة الإبلاغ الصحيحة والعصور على القنوات المسيئة التي انتشرت في الساعات الماضية يجب كلنا أن نحن نوقف كل القنوات دي علشان ما حدش يفكر يعمل كده تاني الكرآن خط إحمر وبس كده جماعة أطلب من كل اللي بيسمعنا دلوقتي أنه يحاول بقدر المستطاع أن نشير الفيديو ويضغط لايك علشان الفيديو يوصل لغيرك ونقدر نوقف كل القنوات اللي بالأسامة دي وحزبي الله ونعم الوكيل فيهم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد